اعلن يعني الانتقام من بيرامدز اي حاجة تقرب اسمها هرم اه خلاص عارفيني الهرم بتاع فيلم الكيت كات مجاح الموجي انت فين يا هرم فاي حاجة خاصة ببيرامدز ممنوعة يعني قافل الباب تماما على موضوع ناصر ماهر تماما رفض رفض شديد حتى المناقشة يعني بيرامدز عايز شاف ان ناصر ماهر هو اللعيب الموهوب الذي بامكانه على اللونج تايم يعوض عبدالله السعيد لما يعتاده تشوف بيرامدز بيفكر ازاي بعد ثلاث سنين بعد سنتين ثلاثة فعايزين يشتروا ناصر ماهر من النادي الاهلي ناصر معار اللي النادي يسموه احنا عارفين يشتري من النادي الاهلي ويفضل مجهزه عشان لما عبدالله يبطل يبطل بعد سنة بعد اتنين بعد ثلاثة عبدالله معا جرين كارت يبطل الوقت ما يحب جوه النادي يبقى ناصر ماهر جاهز هو اللي حيشيل هذه المسئولية داخل نادي بيرامدز الاهلي رفض حتى من مناقشة الفكر رغم ان الاهلي بيعيروا وبرضو هم اللعيب اللي انا معرفش الاهلي بستعينش بيها ليه يعني الاهلي عنده في مشكلة في الحتة دي بتاعت صنع اللعبة دي فيش غير افشى دلوقتي اللي موجود جاهز وصالح شوية بعيدة عن المستوى ولد سليمان على فترات فالحتة دي يعني عندك ناصر ماهر وعندك عمار حمدي عندك لعيبة الحقيقة يعني الناس بتتكلم عن ناشئين نادي الزمالك اللي ظهروا بشكل كويس جدا حسامة فيصل الحقيقة وحسامة اشرف فعلا وعبد المجيد وفي لعيبة فعلا صعدة وانا مش هتكلم بس عن العربي مادر اللي الاهلي شارك مبارح مع الاهلي يمكن لدقايق عشان برضو الاهلي بيدي للعيبة جداد او لعيبة صغيرين زم زمالك بيعمل لكن الاهلي عنده قاعدة ناشئين متقلقة في كل انحاء الانديا المصرية وكلهم معارين يعني بتتكلم في احمد ياس الريان بتتكلم في صلاح محسن بتتكلم في احمد ياس الريان قلنا بتتكلم في ناصر ماهر وحمد عبد المنعم الباك وانت عندك الاول باك رايد بتاع سبوها مش فاكر اسمه انت عندك عدد من اللعيبة متقلقين في الانديا الاخرى وكلهم شباب صغير وبيلعبوا مع المنتخب الاولين بمعظمهم تحت 23 سنة وكل دول ممكن يمثله رافض كبير ومهم واساسي يعني من احسن بالناصر ماهر ممكن الاهلي يجيبه في الدورة المصري كبليميكر او عمار حمدي